الحمد لله الحمد لله الذي خشعت لعظمته قلوب العارفين واستكانت لعزته نفوس المتقين أحمده سبحانه وأشكره أنار بفضله جروب السالكين وخلع عليهم جلباب الإيمان واليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أتقى الخلق وأخشاهم لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الصادقين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله تعالى أيها المسلمون واعلموا أنكم إليه راجعون وبأعمالكم مجزيون وعليها محاسبون عباد الله أيها المسلمون أنظروها من ورائكم أنظروها من ورائكم تقطع ردهات الزمن وتمخر عباب التاريخ تخوض غماره بسفينتها العظيمة لتحجز قبل تلك البواخر مرسى كأني بها وقد أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطا ثابتا وفؤاد يرجف وجلا وخشيا رمت بكل مقاييس البشر وموازينهم تناست العار والفضيحة لم تخشى الناس أو عيون الناس وماذا يقول الناس أقبلت تطلب الموت نعم تطلب الموت فالموت يهون إن كان معه المغفرة والصفش والموت يهون إن كان بعده الرضا والقبول والموت يهون إن كان فيه إطفاء لحرقة الألم وتأنيب الضمير يا رسول الله أصبت حدا فطهرني عندها يشيح النبي صلى الله عليه وسلم عنها بوجهه فتقبل عليه وتقول يا رسول الله يا رسول الله أصبت حدا فطهرني أراك تريد أن تردني كما رددت ما عزا فوالله إني لحبلا من الزنا فقال صلوات الله وسلام عليه اذهبي حتى تضعيه نعم أيها الإخوة فولت والفرح يملو قلبها والسرور يخالط نفسها أن نجت من موت محقق كلا بل لم يزل الهم يعترك في فؤادها وصيات القوف تعلو هامة تفكيرها ويمر الشهر والشهر والآلام تلد الآلام فتأتي بوليدها تحمله ها أنا ذا وضعته فطهرني يا رسول الله فيقول البر الرحيم صلوات الله وسلام عليه اذهبي حتى ترضعيه فتفطميه فعادت فعادت بابنها الرضيع فلو رأيتها ووليدها بين يديها والناس يرقبونها والناس يرقبونها عجبا وإكبارا والشيطان يسول لها ويزين أن تلك فرصتك ولقد قمت بما عليك والنبي صلى الله عليه وسلم ردك مرارا وترجع به وحولين كاملين كلما ألقمته ثديها أو ضمته إلى صدرها زاد تعلقها به وتعلقه بها فهي أم وللأم أسرار وأخبار وتدور السنة تعقبها سنة وتأتي به في يده خبزة يأكلها يا رسول الله قد فطمته فطهرني عجبا لها ولحالها عجبا لها ولحالها أي إيمان هذا الذي تحمله أي إيمان هذا الذي تحمله ما هذا الإصرار والعزم ثلاث سنين تزيد أو تنقف والأيام تتعاقب والشهور تتوالى وفي كل لحظة لها مع الألم قصة وفي عالم المواجع رواية فيدفع النبي صلى الله عليه وسلم الصبي إلى رجل من المسلمين ويؤمر بها فتدفن إلى صدرها ثم ترجم ثم ترجم فيطيش دم من رأسها على خالد فسبها على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها طائب مكس لغفر له الله أكبر الله أكبر إنه الخوف من الله إنها خشية الله ترتقي بالنفوس فلا ترى لها قراراً إلا بجوار الرحمن في جنة الرضوان إنها الخشية لم تزل بتلك المؤمنة حين وقعت في حبائل الشيطان واستجابت له في لحظة ضعف نعم أذنبت ولكنها قامت من ذنبها بقلب يملؤه الإيمان نعم أذنبت ولكن قام في قلبها مقام التعظيم مقام التعظيم لمن عصت فتحشرجت في قدرها سؤالات كيف أعطيه وهو المنعم الخالق كيف أعطيه وهو الرزاق الواهب كيف أعطيه وقد نهاني كيف أعطيه وقد كثاني وآواني فلم تقنع إلا بالتطهير وإن كان طريقه إذهاق النفس هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم القلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال الحسن رحمه الله إن الرجل ليذنب الذنب فما ينسى وما يزال متخوفا منه حتى يدخل الجنة أيها المسلمون عباد الله إن الخشية الحق والخوف المحمود هو الحامل على العمل الذي لا يزال يدفع بصاحبه إلى الطاعة وينفره من المعصية الخشية الحق هي التي ترب القلب حتى لا يفرق بين معصية واخرى فلا ينظر إلى صغر المعصية ولكن ينظر إلى عظمة من عصا واليوم أيها الإخوة لقد عاتت الدنيا بآلها فأضحى المخلوق يخشى المخلوق دون القالق فأضحى المخلوق يخشى المخلوق دون القالق فعجبا لمن يخشى الناس وعيون الناس وألسنة الناس وعقاب الناس فأعماله للخلق وسؤاله للخلق يعطي ليرضي فلان ويمنع ليحظى بقرب فلان يحب للدنيا ويبغض لها خاب وخسر ما قام في قلبه الوجل من ربه ولا عرف الله حق المعرفة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يجركون أيها المسلمون إن مفهوم الخشية والمراقبة غاب في قاموت كثير من الناس إلا من رحم ربك غاب في تعاملنا مع ربنا غاب في تعاملنا مع أنفسنا غاب في أقوالنا وأفعالنا غاب في بيعنا وشرائنا غاب في تربيتنا لأبنائنا غاب في أدائنا في وظائفنا والموفق من وفقه الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وقطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى إلى جنَّته ورضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون روى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجلٌ بكى من خشية الله لا يلج النار رجلٌ بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع الله أكبر أيها المسلمون بالخوف والخشية تصلح أمور العباد بالخوف والخشية تصلح أمور العباد بل يصلح الكون كله وقديما قيل من كان بالله أعرف كان له أخوف ولهذا يتمايز المؤمن من غيره ويظهر الصادق في خشيته ممن يدعي ويتزيّن يظهر أهل الخشية الحق في وقت الخلوات في وقت الخلوات وساعات الوحدة والعزلة عن الخلق فكثيرٌ أولئك الذين يتصدقون أمام الناس ولكنهم في السر قليل كثيرٌ الذين يتورعون عن ظلم الناس أمام الناس وهم في السر أظلموا الخلق كثيرٌ هم أولئك الذين يقومون بالطاعات ويهجرون المعاصي في حضرة الخلق وإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ولا حول ولا قوة إلا بالله إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ثم صلوا وسلموا رحمكم الله ألام الأمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه حيث قال في محكم كتابه إن الله وملائكته يخلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام فصل عليه صلاةً واحدة صلى الله عليه به عشرة اللهم صل وسلم وبالك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر